بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد مادة لغتي الخالدة للصف الثاني المتوسط حديثنا اليوم عن آيات من سورة لقمان نأخذ فهم القراءة نقرأ هذه الآيات ثم نجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذه الآيات وشاركوني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة الثالثة في الوحدة الثالثة بعنوان أعلام سابقون وحدة أعلام سابقون نحديث عن هذه الوحدة ونحديث عن بعض الأعلام الذين تحدثنا عنها أهداف الدرس في هذا الدرس طبعا هو اكتسبوا اتجاهة وقيم متصلة بالمجال الأعلام السابقين هذا هدفه العام يتعلق بالوحدة بشكل عام وبوحدة الأعلام ثم أيضا فهم نصوص الوحدة المقروعة والمسموعة والتحليلها وتذوقها ونقدها طبعا نحن هنا سنفهم النص المقروع نص القرآني نقرأ هذا النص ثم سنفهم ما فيه ثم سنحلل هذا النص ثم بعد ذلك سنجيب عن أغلب ما فيه هذه النص سنفهم أيضا معاني المفردات في هذا النص وهذا هو الهدف أيضا الذي يتعلق بهذا الدرس أيضا هدف خاص يتعلق بهذا الدرس فهو استظهار خمس آيات من القرآن الكريم ونقصود بها أن تحفظ خمس آيات من هذا الدرس ومن هذه السورة المذكورة في وصايا لقمان طبعاً فهم القراءة الفهم القراءة هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضاً الدخول ومشاهدة هذا الدرس وهذا هو الهدف الفهم القراءة مع أنك تقرأ ثم تفهم ما تقرأه حتى تستطيع بعد ذلك أن تجيب قبل أن نبدأ بتلاوة الآيات طبعاً هنا إضاءة من أداب التلاوة من أداب التلاوة ما هي الأداب التي يجب أن تتحلى بها أثناء تلاوة القرآن الكريم طبعاً من أداب التلاوة أولاً استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أن تستعاذ بالله من الشيطان الرجيم طبعاً إن كان في نصف السورة أو بسملة أيضاً في أول السورة أيضاً أن تقرأ بخشوع وسكينة الخشوع والسكينة وهذا أيضاً من أداب تلاوة القرآن الكريم الخشوع والسكينة كذلك الترتيل وتحسين الصوت قارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة الترتيل وتحسين الصوت أيضا التدبر معنى أنك تفهم أو تحاول أن تفهم ما تقرأ عندما تقرأ بترتيل أن ترتل وتحسن صوتك وأيضا أن تتدبر إذن هذه أداب التلاول استيعاذ بالله من الشيطان الرجيم والخشوع والسكينة والترتيل وتحسين الصوت وكذلك التدبر يذكر الله عز وجل مواعظ لقمان لابنه في الآيات التالية أو في الآيات الآتية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنقرأ الآيات مع بعضنا البعض ثم بعد ذلك ستقرأ أنت وزملائك تقرؤون ثم سنكمل أيضا هذا الدرس في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهع للمنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذه آيات لقمان في صورة لقمان لاحظ هنا في مواعد طبعا من الذي فهمناه من هذا النص طبعا نحن قرأنا بإمكانك كذلك أن تقرأ أنت وزملائك وأنت وزملائك بترتيل وتدبر طبعا بالتدبر مقصود به معرفة أو فهم محاولة فهم الآيات وسنعرف أيضا بعض الكلمات التي تتعلق بهذه الآيات ثم أيضا سنجيب عنها وهذا الهدف أن نفهم ما هي الوصاية التي أوصى لقمان ابنه في هذه الآيات طبعا لاحظ وقد أتي لقمان الحكمة يعني أنه كان حكيما أن يشكر لله ومقصود به أن هذه الحكمة من الله عز وجل الله سبحانا يأمره بالشكر على هذه الحكمة ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه الشكر لنفسك في النهاية أنك أنت الذي تستفيد من ذلك وإن الله لغني حميد من كفر معنا أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وإذ قال لقمان لابنه هو يعيض هنا بدأت المواعد لقمان في لابنه يا بني لا تشرك بالله أولها لاحظ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم أيضا أكمل هذه المواعد وقال ووصينا الإنسان بوالديه إذن شرك الوالدين حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عامين أشكر لي ولوالديك إلي المصير هذه هي الوصية الثانية أيضا وسنعرف ذلك وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما معنا أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق معنا أنك لا تطعهم في معصية الله عز وجل وصاحبهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم ونبيكم بما كنتم تعبل哈囉 ونستعودوا إليه كما ذكر الله أزوجا ثم بعد ذلك قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في سخرة اللاه سبحانين و تعالى يعرف وهو عالم يا زوجل إن تكو مثقال حبة من خردل أو في سخرات أو في السماوات أو في الأرض في السخرة أو في السماوات أو في أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيفه الخبير يا بني أقم الصلاة أيضا هذه من وصائل القمان أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى المنكر أيضا الصلاة والأمر بالمعروف والنهيان المنكر واسبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أيضا الصبر الصبر لاحظوا قرنها وسنعرف ذلك أيضا بعض الأسئلة ثم أيضا ولا تصعر خدك للناس أيضا هنا التكبر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراح أن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد أيضا هنا في مشيك واغضض من صوتك أيضا أقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذه هم الوصايا التي ذكرها لقمان لابنه وهو يعيضه جميل بإمكانك أيضا أن تقرأ الآية وأن تعيد قراءتها هنا في أنمي لغتي هذه بعض معاني المفردات الحكمة في الكريمة لاحظ هنا أولا الحكمة الحكمة ما معناها؟ لاحظ هنا ذكرت أو ذكر العلم النافع يعني الحكمة هنا هي العلم النافع والعمل الصالح وَلَقَدْ أَعْتَيْنَا لَقْمَانَ لَحِكْمَةَ المقصود بالحكمة هنا العلم النافع والعمل الصالح العلم النافع وكذلك العمل الصالح وَإِذْ قَالَ لَقْمَانَ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَعِظُهُ العظة هنا يعظه المقصود هنا ينصحه إذن يعظه معنى أنه ينصحه ويأمره بالطاعة ويذكره بالعواقب من النصيحة العظة من النصيحة وذكر النصيحة وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ لاحظ هنا فصاله وحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ هنا فِيطَامُهُ فِصَالُ الصَّبِيْبِ أو الرَّذِيرُ بمعنى فِيطَامُهُ بمعنى فِيطَامُهُ وَلَا تَمْشَيْفِ الْأَرْضِ مَرَحًا هنا مرَحًا في الآيات المذكورة في سورة رقمان مرَحًا معنى معجباً بنفسه المعجب يعجب أو بنفسه اقصد هنا معنى اعتدل واقصد في مشيكة وتوسط واغضض من صوتك أغضض من صوتك والمقصود بها هنا اخفض من صوتك ذكر إن أنكر أنكر الأصوات معنى أقبحوها أنكر الأصوات بمعنى أقبحو أن أنكر أصوات لصوت الحميد يعني ارتفاع الصوت هذه أهم معنى الكلمات التي ذكرت عندك في كتابك في أنمّل وغلت في لاحظ الحكمة مقصود بها أيضا العلم النافع وكذلك العمل الصالح وأيضا يعظه بمعنى ينصحه يعظه بمعنى ينصحه وهذا أيضا من التدبر في الآية في معرفة معاني ثم ذلك تتدبر وتقرأ الآيات من المقصود أيضا بهذه الآيات ما هي أهم الوصايا ولماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الوصايا على لسان اللقمان بمعنى أو ذكر هذه الوصايا بالذات لما ذكر مثلا بداية الشرك ثم عقوق يعني معنى أنه وصينا إنسان بوالديه وأنه البر طبعا ضده العقوق وبع ذلك بعدم التكبر ورفع الصوت وما إلى ذلك هنا مرحا معجبا بنفسه العجاب أيضا بنفسه وكذلك مختال متكبر ومعجب بنفسه وأيضا أمره بالاعتدال وقصد مقصود به اعتدل وتوسط واغضض من صوتك ثم أنكر أصوات مقصود بها أقبح وهذه هي أهم معاني كلمات التي ذكرت في منمي لغتي جميل طيب هنا أجيب ثانيا سنجيب عن بعض الأسئلة التي ذكرت أيضا بإمكانك هنا أيضا أن تجيب من خلال فهمك للآيات بإمكانك أيضا أن تعيد أيضا قراءة الآيات ثم بعد ذلك الإجابة طبعا هنا ثانيا أجيب من نعمة التي أنعم الله بها على عبده لقمان من نعمة وبما أمره حيالها الله سبحانه وتعالى أنعم على عبده لقمان بنعمة ما هي النعمة التي أمره الله عز وجل أو أنعمها على عبده لقمان وأيضا وبما أمره حيالها في أول آيات بإمكانك أيضا أن تعيد قراءتها وأن تجيب جميل إذن ما النعمة التي أنعم الله بها على عبده لقمان وبما أمره حيالها ما هي النعمة جميل النعمة هي هي أنعم عليه بالحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة بما أمره أمره بشكري عز وجل وبما أمره أمره بشكري أن أشكر لله ولقد آتينا لقمان حكمة أن أشكر لله أمره بالشكر بشكر هذه النعمة إذن هنا أنعم الله عز وجل على لقمان بالحكمة على لقمان بالحكمة جميل إذن هذا أو هذه هي إجابة السؤال ما النعمة التي أنعم الله بها على عبده الأقمان أنعم عليه بالحكمة وأمره بشكره عز وجل ثانيا هنا كيف يؤثر شكر النعمة وكفرها في الإنسان أنشكر لله طيب هنا أيضا موضوع شكر النعمة وكفر وكفر النعمة أيضا من خلال آيات يعني الآن الإجابة هنا من خلال الآيات بإمكانك أيضا نعوده للآيات والإجابة كيف يؤثر شكر النعمة وكفرها في الإنسان أقرأ الآيات بإمكانك أيضا ذكر ذلك والإجابة ولقد أتينا لكمان الحكمة نشكر طيب جميل هنا أيضا في تكملة الآيات ماذا يقول الله عز وجل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر جميل هنا إذن شكر وكفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه معنى أن الشكر سيعود عليك أنت في النهاية الله سبحانه وتعالى هو غني عن العالمين ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وعاد النفع عليه معنى أن الشكر لك أنت ويعود عليك ومن لم يشكر عاد وبالا عليه في النهاية أنت التي ستتضرر بعدم الشكر وبالكفر والله غني عن العالم الله سبحانه وتعالى غني أننا سواء شكرناه أم لم نشكره فالشكر هو أصل في النهاية لك وعدم الشكر أيضا في النهاية عليك في النهاية عليك إذن يؤثر شكر النعم وكفروان أنه الشكر يكون للإنسان والكفر يكون عليه والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين ثالثا هنا لاحظة سؤال الثالث يقول بما وصى لقمان ابنه ولماذا؟ ونوصايا اذكر وصايا الذي ذكرها لقمان لابنه ما هي الوصايا؟ بما وصى لقمان ابنه جميل بعد ذكري ذلك جميل أحسنتم هنا طبعا أوصى لقمان ابنه بتجنب الشرك وبنياته شرك بالله أولها بتجنب الشرك أولها الشرك إن الشرك لظلم عظيم وهو يذكر كيف أن الشرك ظلم أيضا أقيم الصلاة إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن وصى بتجنب الشرك وإقامة الصلاة وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتواضع والتواضع وتجنب التكبر مع أنك لا تستكبر وتواضع في النهاية وقصد في مشيكة واغضض من صوتك أيضا هنا إن أنك لا صوات صوت الحبير وهمية التأدب مع الله طبعا أيضا من وصايا همية التأدب مع الله والناس إن الله لا يحب كل مختال فخور طبعا والصبر على ما يتعب النفس طبعا هذه الوصايا لماذا ذكرت هذه الوصايا قال إن هذه الوصايا جامعة لصلاح دين المرء ودنيا هذه الوصايا هي جامعة لصلاح دين المرء ودنيا جميل رابعا هنا والسؤال الرابع لما طالبت الآيات بالصبر لاحظ لما طالبت الآيات بالصبر على المصاب بعد الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وأمر بالمعروف وانهى على المنكر واصبر على ما أصابك هنا الصبر أتى بعد الأمر بالمعروف والنهي على المنكر لماذا؟ بإمكانك أن تستنتج ذلك من خلال الآيات لما طالبت الآيات بالصبر على المصاب بعد الأمر بالمعروف والنهي على المنكر جميل ناحب معي هنا طبعا الأمر المعروف والنهي على المنكر فيه مشقة أمر المعروف والنهي على المنكر فيه مشقة على النفس إذ لاقيه في سبيل الابتلاء مع أنه قد يبتلى في أمره بمعروف والنهي على المنكر والأذى لذا أمره الله أيضا أو ذكر بالصبر بالصبر والعدم التخلي عن هذا الواجب فلا بد أن تصبر يعني أن ثمرة الأمر المعروف والنهي على المنكر قد تكون هذه المشقة وهذا الابتلاء الذي يأتي يكون أمر معروف أنه يمكر فيه مشقة على النفس إذا لاقي في سبيله الابتلاء والأذى قد يتأذى وقد يبتلى ويصاب بشيء أو يضايق إلى آخره لذا أمره بالصبر وعدم التخلي عن هذا الواجب فأمره بالصبر وعدم التخلي عن هذا الواجب جميل لاحظ معي هنا خامسا أن وصايا لقمان طبعا هذه شفهيا بإمكانك أنت وزملائك أن تجيبه عن ذلك وصايا لقمان صالحة لكل مسلم لكونها صادرة من حكيم وصايا لقمان صالحة لكل مسلم لكونها صادرة من حكيم آتي من الآيات القرآنية شفهيا بنصيحة لكل من يعني أنك يجب أن تأتي بالآيات بأن تنصح كل من يقصر في أداء الصلاة أيضا في الآيات أقم الصلاة في قوله أقم الصلاة أيضا يقصر في حق والدي هنا في البداية و إن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعيهما و صاحبهما في الدنيا معروفة أيضا حتى و هم أيضا مشركون ينكر الحق كبرا و علوا إن الله لا يحب كل مقتال فخور أيضا مكانك أن تنظر كذلك ينظر إلى المحرمات كل ذلك هذه مكانك أن تأتي بلصائح أن تنصح كل من يفعل ذلك يقصر في هذه الصلاة و يقصر في حقي والديه و كذلك ينكر الحق كبرا و علوا و ينظر إلى المحرمات يعني أن تنصح كل منها و لم يمكنك أن تأتي بالآيات و أنت تعاون أيضا أنت و زملائك لاحظ هنا ثالثا أول طبعا ثالثا أضعوا كل عبارة من العبارات أضعوا كل عبارة من العبارات الآتية أمام التعليل المناسب لها في الجدول لاحظ هذا التعليل و هذه هي العبارات ألف يظهر لنا من هذه الآيات لقمان لم يكن نبيا و هنا ما التعليل مناسب لها من خلال هذه الآيات كانت تضع العبارة و تضع الرقم العبارة و الحرف الذي يرمز إليها ألف أو باء أو جيم الشرك ظلم عظيم أيضا ما التعليل الذي يناسب هذه العبارة كذلك في جيم ورد قوله تعالى و لا تصاعر خدك للناس و لا تصاعر خدك للناس بعد الأمر بمعروف أنها هي المنكر أيضا هنا ما التعليل طبعا هنا لاحظ أربع خانات للتعليل و هنا ثلاث ثلاث عبارات يعني أن هنا عبارة واحدة هي التي ستبقى طيب العبارة الأولى يظهر لنا من خلال هذه الآيات و من هذه الآيات أن الرقمان لم يكن نبيا ما التعليل المناسب الذي يناسب ذلك؟ جميل أحسنتم هنا طبعا لماذا يظهر لنا من خلال هذه الآيات أن الرقمان لم يكن نبيا لأن الله هذا التعليل المناسب لأن الله عز وجل لم يمتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة إن الله عز وجل لم يوحى إلى لخمان ولا بكلام الملائكة فهو أيضا ليس نبيا أو لم يكن نبيا وإنما كان حكيما الشرك ظلم عظيم ما التعليل المناسب؟ جميل طبعا هنا الشرك ظلم عظيم لأن فيه تسوية بين من يستحق العباد وهو الله عز وجل ومن لا يستحقها وهو المخلوق فهنا ظلم عظيم مع أنك تظلم وهذا هو ظلم كبير جدا أنك تساوي الخالق بالمخلوق تساوي الخالق بالمخلوق جميل جيم ورد قوله تعالى أن تصعر خدك للناس بعد الأمر المعروف والنهي المنكر ما التعليل المناسب؟ جميل أحسنتم هنا طبعا لألا يفسد الداعي إلى العقيدة أو يفسد الداعي إلى العقيدة بالقدوة ما يصلحه بالكلام حتى ما يفسد بالقدوة ما يصلحه بالكلام وليس هذا التعليل الباقي لا يتعلق بهذه الأمثلة ثانيا هنا أن وصايا لقمان لابنه تجمع بين التوحيد والعبادات الشرك وأيضا بعض العبادات البدنية والخلق الاجتماعي أستدل من الآيات على التوحيد ما هي روصية من لقمان على التوحيد؟ جميل أحسنتم هنا طبعا هي لابني أن تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم طيب أيضا أستدل على العبادات الدينية كذلك العبادات البدنية من خلال آيات أنت استدل على الآيات بالعبادات البدنية طبعا لاحظ التوحيد يا بني أن تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم من خلال الآيات هنا أستدل من الآيات على العبادات البدنية جميل يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة طبعا إن الصلاة هي من أكبر العبادات البدنية أيضا أستدل من خلال الآيات على الخلق الاجتماعي هنا وأقصد في مشيك وأغضض من صوتك كذلك في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحة ولا تمشي في الأرض مرحة جميل أكمل ما يأتي هنا من فوائد المحافظة على أداء الصلاة طبعا هنا ذكر فائد الثالثة فتحها لأبواب الرزق أن الصلاة تفتح أبواب الرزق أيضا من فوائد المحافظة على أداء الصلاة نريد منك أن تأتي بفائدة أولى وكذلك فائدة ثانية يمكنك التعاون أنت وزملائك ونقول مثلا الفائدة أولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر كذلك من فوائد الصلاة والمحافظة على الصلاة تقرب صاحبها إلى الله عز وجل تقرب صاحبها إلى الله عز وجل وأيضا فتحها لأبواب الرزق أنها تفتح أبواب الرزق أيضا الإحسان للوالدين يكون ب ما هي خطوة إحسان إلى الوالدين إحسان للوالدين يكون بالقيام بمؤونتهما وتجنب ما يسيء إليهما أولا أيضا ثانيا وثالثا بإمكانك أن تكمل وأن تأتي بثانيا الإحسان للوالدين أحسنتم هنا إكرامهما أيضا والتواضع لهما إكرامهما والتواضع لهما وهذا من البر والإحسان للوالدين كذلك طاعتهما في كل ما يطلبانه والإحسان لهما طاعتهما في كل ما يطلبانه والإحسان لهما جميل هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين